شهد العام الأول من حكم الرئيس المصري محمد مرسي تدهوراً كبيراً في الاقتصاد حيث ارتفع عجز الموازنة الكلي كنسبة إلى النتيج المحلي إلى 11.8% ليبلغ نحو 30 مليار دولار مقارنة بنحو 22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق اختصار أقول أن دي العام الأسوأ في تاريخ مصر الاقتصادي منذ 80 عام البطالة ما جاء مرسي كان 9.3% النهاردة بنتكلم عن رسمي 13.2% وغير رسمي حوالي 22% واتجاوزت دين المحلي 300 مليار دولار وقفزت ديون الحكومة للبنوك إلى أكثر من 15 مليار دولار بسبب اعتماد الحكومة على البنوك والجهاز المصرفي في تمويل عجزها كما ارتفعت معدلات التضخم بصورة متسارعة فأدى ذلك لارتفاع في الأسعار بمتوسط بلغ نحو 12% ما التهم الزيادة في المرتبات والمعاشات النظام الحالي لا يريد حل المشاكل لا يريد حل المشاكل وده يذكرني بإفتعال مشاكل لأن النظم الديكتاتورية بتعمله أنها بتفتعل مشاكل متوالية سواء من الخارج مع الخارج أو مع الداخل حتى لا ينتبه الناس إلى الوضع الاقتصادي وإلى حياتهم وده أمر في غاية الخطور أتمنى من الله أن أكون مخطئ أما بالنسبة للعملة المصرية فلم يكن حظها أفضل من مقية دعائم الاقتصاد حيث تراجع الجنيء المصري بنسبة تجاوزت 15% خلال عام حتى وصل سعر صرف الدولار الواحد لأكثر من 7 جنيهات في السوق الرسمية وأكثر من 7 جنيهات ونصف في السوق السوداء وأدى التوتر السياسي المتصاعد إلى خسائر فادحة في البورصة المصرية التي فقدت بدورها أكثر من 700 مليون دولار في شهر واحد وتحديدا منذ 30 من مايو حتى الآن إضافة لتدني في أحجام وقيم التداول البورصة كانت سجلت أداء كويس جدا في النص الأول من السنة ولكن كل المكاسب خسرت في النص الثاني من السنة ومن بداية السنة البورصة المصرية هي البورصة الوحيدة في المنطلة العربية التي هي منخفضة في الساعة كما أدت التوترات السياسية إلى حدوث ركود في سوق العقارات وانخفاض ملحوظ في عدد الأفواج السياحية إضافة لتوقف البنوك تقريبا عن تمويل أي مشروعات في الوقت الراهن كما توقفت أيضا عن إبرام التسويات